موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة القدس العرب التي عنونت عدد مستخدمي جوجل بلس يصل إلى 90 مليون مستخدم وصل عدد مستخدمي شبكة جوجل الاجتماعية حديثة العهد جوجل بلس إلى 90 مليون مستخدم بحسب ما أعلن عنه الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لجوجل وكان آخر تقدير رسمي من جوجل حول عدد مستخدمي جوجل بلس يقدرهم بحوالي 40 مليون في أكتوبر ويذكر أن الشبكة التي انطلقت في يونيو من العام 2011 قد شهدت نموا مثيرا للإعجاب أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت كاميرا سيلفي تساعدك في اختيار ملابسك كشفت شركة أمازون عن آخر اختراع لها يتمثل في ابتكار كاميرا للتصوير الشخصي يتم التحكم فيها عن طريق الصوت لتكون الرفيق المثالي عند اختيار الملابس في غرفة النوم الكاميرا إيكولوك الجديدة تستخدم الذكاء الاصناعي لتعطي صاحبها انطباعات عن الملابس التي يرتديها أو الخيارات المتاحة أمامه أما صحيفة اليوم السابع المصرية فقد عنونت أبل تطالب ولاية كاليفورنيا بتغيير قواعدها الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة طلبت شركة أبل من إدارة المركبات بولاية كاليفورنيا الأمريكية بضرورة تغيير القواعد التي تتطلب منها نشر تقارير عامة مفصلة عن نجاح اختبارات السيارات ذاتية القيادة وتقترح الشركة بعدما تقوم إدارة المركبات بالولاية سواء بتعديل أو توضيح موقفها من هذه الشركات وتشعر أبل بالقلق من أن الإفصاح عن كل شيء يمكن أن يؤدي إلى تغطية إعلامية تسبب ارتباكا عام وسوء فهم أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت أبل تعتزم الانتقال لبطاريات بلا نهاية قدمت شركة أبل طلب تسجيل اختراع جديد يسمح بشحن الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا ويحافظ على شحن البطارية الاختراع الجديد سيوفر شحنا لاسلكيا دائما لبطاريات الأجهزة التي ستكون متصلة بشبكات الواي فاي منظومة الشحن اللاسلكية الجديدة يمكن تركيبها على عدد من الأجهزة الذكية كالهواتف والأجهزة المحمولة وحتى النظارات الذكية